معرك قبل يا ساهر ماذا لديك اليوم سعايزة اعلق في البداية كده على شيكتك والنظرة شيك اوي يا ساهر اوي قبل ما تقول الاخبار فاضل يا كابتون احمد والله متقلق دايما يا ساهر قلينا بقى عندك النهاردة في ميت عقب ربنا اخليك متقلقين دايما عشان قد نزملك انجي واحمد والنهاردة من ملعب التنس طبعا وخلفية واضحة قدامك وكده ملعب تنس معايا كابتن صابري عباس رئيس جهاز التنس بنادي ازمالك كابتن صابري برحب بيك عشان قد نادي زمالك ونهارك ابيض بخطين هاو سبعة الفل ونهارك ابيض بخطين حمر وسبعة الفل على النجوم انجي واحمد نجوم اعظم قنات في العالم كابتن صابري طمنا على فريق التنس والاعمار السنية المختلفة لمشتركة دلوقتي في البطولات المجمعة هو المجمع فيه مجمع بيبقى فيه 8 اندية وفيه مجمع بيبقى فيه 9 اندية المجمع بيبقى 15 يوم المراحل السنية من 8 سنين لحد رجال وسيدات احنا بنشارك تحت 8 و 10 و 12 و 14 و 16 نشئين ونشئات حصلين على مراكز اولى و 2 و 3 في معظم المجمعات تقريبا كل مجمع بنحصل على عدد من المراكز خاصة في الفرد والزوجة 16 و 14 و 12 في 8 و 9 و 10 عندنا لعبين مبشرين بالخير عندنا عدد كبير زي اللعيب اللي ورانا ده بنبدأ من 3 سنين بنقعد نجهزه بيشارك في اول بطولة وهو تحت 8 يعني بيبقى عنده 6 او 7 سنين بيشاركوا لحد ما يطلع يبقى بيجهزه عشان يلعب تحت 12 سنة اللي دي بطولة رسمية اللي هي اول بطولة رسمية تحت 12 سنة لكن 8 و 19 دي بتعتبر بطولة زي مهرجانات كابتن بيتم اختيار اللعيبة لتقييم عشان يدخل في البطولة المجمعة في الفرق اللعيبة من خلال التدريبات بنبقى احنا شايفين الاول بيخش مدارس اكاديمية وبعدين بعد فترة بنعملهم تقييم بندخلهم تجهيزي وبعدين من التجهيزي بنختارهم حسب مستواهم وحسب قوتهم في المهارات بندخلهم فرق من خلال تدريبنا في الفرق بندربهم على كيفية ازاي يلعب بطولات وازاي يحصل على النقط وبعد كده بنبدأ يوم ما بيشاركوا في البطولات المفتوحة بعد قعدة كبير جدا وبعد كده بيبدأ احنا ده فريق النادي اللي احنا الوقت هنشارك ان شاء الله في دور الاندية اللي هو يبدأ أولى مبارياته يوم 2 سبعة بطولات 12 سنة ولاد وبنات استعداداتنا بقى لبطولة الجمهورية اكيد او الدوري هيبقى اكيد استعداد قوي بدأنا الاستعداد في اول 6 اول يوم في التدريبات المكسفة هتبقى النهاردة ان شاء الله اللي ده استعدادة لدور الاندية علشان الولاد يتعودوا على لقاءات الفردي والزوجي البطولات المفتوحة حاجة وبطولات الفرق حاجة بطولات الفرق لازم اللعيبة تتعول على بعض علشان يلعبوا مع بعض البطولات الزوجية يعني اللي ممكن يبقى اتنين لعيبة يعني لو قلنا مين احسن لعيبة دابل في العالم مش هتلاقيهم هم رقم واحد اتنين في العالم فردي لكن بطولات الزوجي دي بطولات فرق لازم اللعيبة ممكن يبقى اتنين لعيبة مستواهم متوسط لكن متفاهمين وعارفين بيعملوا ايه مع بعض فدول يكسبوا وممكن يكسبوا رقم واحد واثنين على العالم بس مباريات الزوجة لازم يتعلموا يقفوا ازاي ويتحركوا ازاي ودهما ده يجي هنا ده بيتحرك ازاي انا بلعب السيرف ده بيقف ازاي خطط بيبقى في خطط في مباريات الزوجية سابري يا بات مناكي التوفيق دايما وحنكمل بقى كده ونشوف النجوم من الكاميرا هتفتح شوية معها في حاجة بس احنا عندنا مدربين من احسن مدربين على مستوى مصر حاصلين على ورش عامل دولية وحاصلين على ليفين وان اللي هو المستوى الاول وفي اتنين حاصلين على مستوى التاني اللي هو شريف وخالد صبري دول واخدين المستوى التاني ومعظم المدربين عندنا في الفترة بتاعة المستشار مرتنة منصور هم اكتر فترة سكفنا فيها المدربين وحاصلوا على شهادات دولية وطبعا احنا بنشكر مجلس الادارة بنشكر النشاط الرياضي بنشكر مجلس الادارة برئاسة مستشار مرتضى على توفير كل سبل النجاح من ملاعب وادوات وملابس وكل حاجة شكرا لك يا بات مناكي التوفيق دايما واضح شغل المستشار مرتضى ومجلس دارة ونفتح الكاميرا دلوقتي هنشوف دلوقتي احد النجوم دلوقتي اللي بيلعبه حازم حازم بعدسنا كابتن ممكن ناخد حازم تعال يا حازم هعمل ايه حازم الحمد لله عندك كم سنة سبعة بتحب التنس اه الكابتن بيقولك ايه بقى تعليمات وانت بتلعب اه بيقول لعب كويس بيقول لعب كويس اه باك وفور وفولي وسيرف بتعايز ده ما تجبر بقى تبقى لعب تنس كبير كده اه بتحب مين من لعب التنس فيدرال فيدرال تحبش نادل اه طب اعمل باي باي بقى لك كم شكرا يا حازم اكيد يعني حازم ده من نجوم انجي احمد من نجوم تنس هنا في نادي الزمالك وحيكون ليه مستقبل كبير جدا والكابتن صابري اسنع على مستوى اه دي كانت كل كويسنا هنا النهاردة الفريق الاول عنده تدريب اه مستر اه بريرا حيقعد الفترة اللي جاية اه اكيد مع مجلس الادارة عشان فيه لعيبة اه حيتم اعارتهم في قطاع الناشئين اللعيبة اللي مش هتتأيد السنة الجاية حيتم اعارتهم عشان ياخدوا خبرة ويرجعوا تاني النادي الزمالك زي ما حصل مع مصطفى محمد واحمد فتوح في طلاع الجيش واسمه واحد دي كانت كل كويسنا داخل النادي الزمالك اليكم الكلمة انجي واحمد تفضل